تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الثاني بعد المائتين على التوالي تزامنا مع قصف مدفعي وجوي طال منشآت ومنازل فلسطينية وبنى تحتية ومساجد حيث شنت قوات الاحتلال على منازل في بلدة خزاع شرق خان يونس ومدينة رفح بجنوبي القطاع العديد من الغارات فضلا عن استهداف جسر وادي غزة وسط القطاع كما استهدف الاحتلال منطقة الشاطئ غربية غزة وحي الزيتون بغزة بالإضافة إلى استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية محيط مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط قطاع غزة في الأثناء أكد الدفاع المدني في القطاع أن تواقمه انتشلت نحو 392 جثة في مجمع ناصر بعد انسحاب الاحتلال مشيرا إلى أن 58% من الجثث لم يتم التعرف عليها وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع الانترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة جراء العضوان المستمر ترجمة نانسي قنقر شكرا